هل تعرف الفرق بين فالن روضة فالن هنفالن و أمفالن دين انترشيد اكليعيش ان اين منوته ديوتش لعنن ولوس جيتس الفعل الاساسي وهو فالن فالن يعني سقطة بشكل عام الفعل هذا بيعني كل المعاني للأفعالات الأربع ولكن في اختلافات بسيطة فالن هو وقع بناخد عليه مثال لقد وقع في الماء أما الفعل التاني هنفالن هنفالن دائما فيها حركة حركة إلى الأمام يعني سقوط إلى الأمام شيء عم يسقط إلى الأمام في حركة تحرك من مكان إلى مكان سقط من مكان إلى مكان حصرا فمثال على ذلك أقول هنفالن فان خلق جيتس ساعة ما يخبر هنفالن فمثال فالذلك أقول إنتشوليغونك إير فاغاد إست أمجفالن إنتشوليغونك المعذرة إير فاغاد دراجتك إست أمجفالن لقد وقعت دراجتك شخص كان صيف دراجتك ومشى ومانتبه فأنت بتصحله وتقوله وقعت دراجتك ما بصير تقوله فالن أمفالن أمجفالن أما الفعل الأخير فهو غنتفالن فأنتفالن دائماً من أبن إلى أبن إلى أبن يعني من الأعلى إلى الأسفل بشكل عمودي يسقط فالمثال على ذلك أقول بصرف أنك لا تقفل بصرف أنك لا تقفل انتبه لك لا تقفل مثل آخر مثلا الشيخي عدم لكن القريض قريب لي حفüyor وسرعت ضرب الشيخي behind that اليوم شكرا AS 디 Safety ترجمة نانسي قنقر